السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد في وصفة جديدة يوم شاء الله غنشارك معكم موصفة ديال البغرير ثلاث انواع ديال الدقيق كيجي رائع جدا قد نضيفو لي واحد المكونا بعد ما غيخمر اللي غيخلينا البغرير الجي خفيف طريقة سهلة و مبسطة كما اشتوه كما اذكرت معاكم في اول فيديو فغلي نحضروه بثلاث انواع من الدقيق عندي هنا يكاس عنباب من الفينو الدقيق القمح الصلب سيحتاج كدلي كاس ديال فورس وكاس ديال سميدة رقيقة ديال الحرشة هنا الفرق واضح ما بين سميدة رقيقة ديال الحرشة والفينو الفينو كيكون ارق من السميدة ديال الحرشة هذين حطوه ادو كجوش كيسان ديال كما قلت لكم اسميدة اول فينو وكاس ديال فورس هذينزيد مع القاة صغيرة ديال ملحة خلطها مزيان مع هاد النواشف وغادينزيد مع القاة صغيرة ديال لاسل لاسل باش يجي البغرير محمر من التحت وممكن انكم تعودوا مع القاة ديال لاسل مع القاة صغيرة ديال سكر سنيضة لكن يلا كان متوفر عندكم لاسل فمن الافضل تستعملوا لاسل عندي كدالك مع القاة صغيرة عمرة مزيان من الخميرة ديال الخبز حبيبات شوش خمارات ونص من ديال حلوة من وزن ثمانية اكرام وعندي هنا اياه تقريبا نصف لتر ديال الماء غادي نعبر لكم بالكاس يكون افضل وكيف كان قول لكم ديما في الوصفات ديالي فهاد الكاس اللي كان عبر به هو بحالو بحال كاس ديال العنبة يعني كيهز قد وقت الكاس ديال العنبة كي ماشتوا معايا هنا رادرت ستلاتة الكيسان ديال المدافي لما مايكونش تخون بزاف كنأكد على هدل قاة ديادين ما مايكونش تخون بزاف يكون غردافي غادي نخلطوها المكونات شوية انا هنا كيبالي الخالط بقي قاصح فغادي نزيد كاس الى روبع تقريبا ديال المدافي هنا بالمجموع كيمشتوا رادرنا تلاتة الكيسان ونص او نقولوا اه كاس الى روبع من المدافي تقدرو تشدو الخالط ديالو في الخلاط الكهربائي او الكاس ديال العاصر وطحنوه تستمرو هكا في الخلط واحد ثلاثة ديال دقيق تقريبا تشدو الخالط مزيان مزيان حتى كيرجع القوام ديالو املس تشدو الخالط بعد مزيان نغطيه ونخليه يخمر واحد روبع ساعة مايفوتهاش ولا عشرة دقايق على حسب الجو هنا بعد مزيان عشرة ديال دقايق حتى توفحت بلاصة دافيا كيمشتو ما كيكونش خامر بساف كيكون غير تقال شوية وغادي نزيد هنا يا روبع كاس ديال الحليب لان العجينة فاشكة خمر كتزيد تقصاح شوية فهاك نخفوها بشوية ديال الحليب تقريبا روبع كاس ديال الحليب هنا راز تغير حليب بارد المقلة كنكون صخناها من قبل بالنسبة للبغرير باش ينجح ليكم من الاحسن انكم طيبو في مقلة تكون خفيفة يعني عكس الفكرة اللي كيني عند بزاف ديال الناس انهم كي يقلبوا على المقلة ديال البغرير اللي كتكون تقيلة راه بالعكس المقلة اللي كتكون خفيفة هي اللي كينجح فيها تطلع البغرير اكتر من المقلة اللي كتكون تقيلة موين بعد التجارب ديالي فقاع المقالي لقيت ان المقلة الخفيفة هي اللي كتطلع البغرير زوين على المقلة تقيلة انا من اللي كان حييد واحد الحبة ديال البغرير فكن نبرد المقلة بشي شوية ديال الماء كندير فيها شوية ديال الماء هكا ونمسحوا المقلة مسيان ونديروا كيمياء قليلة شي شوية ديال البغرير ما تكتروش بزاف في الاول كما لاحطوا معي را كن نعلي العافية كنديرها مجهدة حتى كي تبقلي البغرير كلها تقبات واحد كننقسليها ونخليها تطبع لها خطرة كنستمر بحالها كادروري تمسحوا المقلة في واحد المنديل بعد ما تشلوها بالماء ولا تقدروا تطريقة أخرى تطبيقوا واحد الماء فيها التلج و تبدو تغطسوا فيها كلينيكس وتمسحوا به المقلة حتى هالطريقة هذي كتتتبرد المقلة ومتخليها سخونة بثاف وفاشكا نحييدوا الحبة ديال البغرير حطواها فوق واحد المنديل لأنه إلا حطيتوا البغرير مباشرة في التبصيل فكتبدا كتلصق حطوا احداكم واحد المنديل وبدو كتحطوا عليه البغرير كمشتو را كلو كيجيها كمتقب ونصيحة مهمة هو البغرير ما تخليوا شي خمر مدة طويل الغرب كيباليكم الخالي تقال سوف تبدو طيبة فيه فكما اشتو جاهده هو الشكل دياله الكيميالي عطيتكم خرجت لي هاد شي ديال البغرير اللي كتشوفوا في البلاتو يعني كيميالة بأسة بها نقدر نحطها الكوتاي ولا الفطور فكنت منيش بكم وتجربوه تبعو نصائح كاملة اللي اعطيتكم ان شاء الله ينجح معكم خليتكم على خير ومنساوش تدعموني بالبردال شاركوا الفيديو مع الأهل الأصدقاء ديالكم كذلك مواقع التواصل الاجتماعي خليتكم على خير صلاة الليل فرسكوا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة